طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي إثر دعواته إلى تجويع مليوني فلسطينية من مواطني قطاع غزة حتى الموت قالت الخارجية الفلسطينية إن التصريح العنصري الذي أطلقه بشأن تجويع وإماتة مليوني فلسطينية في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية وأصفرت أكثر من 300 يوم حرب إسرائيل على غزة عن ما يزيد عن 131 ألف شهيد وجريح فلسطينية معظمهم من الأطفال والنساء وأكثر من عشرة آلاف مفقود واستضمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال